أخي الحبيب تخيل معي أنت الآن في الحياة الدنيا وهناك الحياة ما وراء البرزخ وبينهما هذا البرزخ طبعا كلمة برزخ في القرآن أنا أتمنى أن نتأملها أولا لكي تكون الآيات واضحة أمامنا أنا أحب دائما أن أتحدث والقرآن مفتوح أمامنا أيها الأحبة بحيث أننا نرى هذه الآيات وما معنى كلمة برزخ أين جاءت هذه الكلمة وما معناها طبعا هنا أيها الأحبة أنا لو بحثت عن كلمة برزخ في القرآن أجد أنها تكررت ثلاث مرات كلمة برزخ تكررت ثلاث مرات كما نرى أمامنا واضح أيها الأحبة المرة الأولى أين وردت؟ المرة الأولى أحبة في الله في قوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت طبعا هذه الآية يوجد قبلها آية عذاب حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذن هذه هي المرة الأولى التي وردت فيها كلمة برزخ في القرآن لنفهم معنى البرزخ كما نؤكد دائما وكما أكد علماؤنا وجميع المفسرين أن خير ما يفسر القرآن هو القرآن دعونا نبحث عن كلمة برزخ لنكتشف أنها تكررت في القرآن ثلاث مرات المرة الأولى عن حياة ما وراء البرزخ ومن ورائهم برزخ يعني أنت أيها الميت هناك برزخ يفصلك عن الحياة الدنيا إذن هناك حياة من نوع آخر ما الذي يؤكد لنا ذلك؟ انظروا الآية التالية قال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا إذن ما معنى البرزخ هنا أيها الأحبة؟ معنى كلمة برزخ هو الفاصل المائي الذي يفصل بين نوعين من المياه ونوعين من الكائنات البحرية لأن الكائنات التي تعيش في المياه العذبة تختلف عن الكائنات التي تعيش في الحياة البحرية المالحة أو في المياه المالحة إذن لدينا حياتين حياتين حياة لكائنات ذات مياه عذبة وحياة لكائنات ذات مياه مالحة ولدينا هنا درجة الحرارة تختلف عن هنا درجة الكثافة أو كثافة الماء المالح على يمين البرزخ مثلا تختلف عن كثافة الماء العذب على يسار البرزخ إذن البرزخ هو فاصل بين شيئين من نفس النوع ولكن مختلفين تمام الآية الثالثة بينهما برزخ لا يبغيا أيضا هناك حواجز بحرية أو برازخ بحرية بين البحار الكبير مثل البحر الأحمر مثلا والمحيط الهادي المحيط الأطلسي وهناك مثلا حواجز كثيرة مائية بين بحار مالحة ولكن مختلفة في درجة الملوحة مختلفة حتى في نوع الحياة يعني الكائنات الأسماك التي تعيش في المحيط الأطلسي تختلف عن الأسماك التي تعيش في البحر المتوسط وكل منها له طعم مختلف وحياة مختلفة ودرجة الملوحة مختلفة درجة الكثافة مختلفة كثافة المياة مختلفة درجة الحرارة مختلفة إذن البرزخ هو حسب القرآن الكريم هو فاصل بين حياتين مختلفتين تمام؟